قالت وحد قلت ربيت بحجرها أي سؤال أدري بحملة كربلة شاية خبرها لكن ثلاث نشدات وبحيلي خبرها خبرها ودري على شرح المصائر ما تجري أي أخبارك؟ ما حال ولدي الحفاظ يا زينة؟ وما حال الحسين؟ هو صحيح ما سمعنا بأنك دخلت حسرا على الطابي يزين؟ و partنسة يا 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 البنين قالت بني حجنان كله وافي الباك وكل من ضلع للمعركة ضيغة مفرّة لكن مرض نطفوك فيهم فاس عبّا كل الفخر مني حواحا من ضعين وستوى سيّر من الشاطي بحر دم سيّر الطا ابنة تلقّاها وجلب صف على صف ونزنودي ويح جلبي ويحلى مراه جول السهم وصل الخيّمر غير شفّر بكت أم البنين بكت أم البنين مات مالكت لكن نظرت إلى بنية جالسة قد وضعت رأسها بين ربتيها ودموعها تتحاذر على وجنافها كلمتها لم ترد عليها ويا المولاي نادات يا نسوان لعدكم أخيّ أسلّم ولا ردّت عليّ إهدانا أبدأ مع دنجريّة وهذه عروس الغادريّة قطبت أم البنين سامحيّنا هيا اسكين ما عرفنا سوبا يسكن طرحنا لا ضرّش المظلوم جيّنا على ذبحة المعرّز حضرنا ثم نادات قطع الرجيّة منه ويلاما وزفقوا على اليمنها بالإشما شف اللذي تعطيكم المال في كربل قصها الجمّة أوّمّا أوّمّا يا حبيبي أوّمّا أوّمّا يا حبيبي جوتوا حرّجاني منه ويلاما صوفقوا على اليمنها بالإشما كيف الذي تعطيكم المال في قربة لقصها الجمع اولا ايش حالها يا ابو اللو حزين منصور ايش حالهم البنين ايش حالها قال حاشد حزينك ايباه حتى امتددت على فراش المره في كل ساحة ادخل على هزين الحابدين وقل لها امه امه البنين كيف اصبحت قالت يا شبلة ابي عبد الله ليت الموت اعدمني الحياة ولا وصل لي نبأ مقتل والد ايش حالها ايش حالها ايش حالها ايش حالها اخ اخ لا قالوا نهار ام البنين نحوم بالدع لا تجذب الولى والدمع بالخد نكثه والصيح راح لنزهار بات منورها كل يوم يجي لزيارتي واني ازو وهس جفاني وارتحان شيخ العشدين كل الأساب بالنفق الغالب الأعمى وولا جام التحن والصيح صارت مثل الإخلاق وظلت رمية على الفرش مدهوشة البعق وتمرطت وتحير السجار بالحق سبني تداويه وعليه تنظم الشعب واش تقول سكيني والصيح والصيح غيابيك يا يما ما لفولي وشبديت يا حرات فتتت وحنا جمالي ما شقوفي لسقو ماي اليوم نسلم عليه وقاري السعد عني وعني جرف رفوطة انهitting وضع بعد سكان سيكون لو حق مل حق ه با أخوية يضلت لازم سجيه والصيح يحسن بموت قوم الحاج على أمك يا أخي ينعي صبقات بداها وحاجتها أحزان النساوي تبعدون عادت في أمان الله ينقها عندي وصية ما هي وصية الشام ولاتي صاحا قوم حملوني من على دراشي ينسوا بالشمس خلوني رمية فوق تربة الوجي الوجي يا أمو البنين خلي يا مواكي محطشي والحقي الحدشة تحطوه علي نعال لينا الحجي سنادي وين نخلي علي شنحال يا أمو البنين قال البابي خلوا علي نحال لما تفوقوا نروحوا مني أخ أخ بالشمس خلوني بالأفراش والأغلاق وثلال فتاليام ادرقوني فوق الإرماء اسمح حبيبي وبن عال جوسوني حبيبي بن جاس بن عال لأن الحرم ضد جاب صيحتهم سوي وويلة وإماما شهجات ونادت والحريم تحاولوها بهدى إنشالوها وعلى الجبل أعدلو اسمح لي بي وقل للأساس قطرة أمي ما أحسكوا نادى لملادي ما قتل حر المصون أرياض الدعاء حابيني وصوتك ويايا إلهي يعطيك مرادك بحق أم البنين لما رفعوا جنازة أم البنين فرقت سكين خلف الجنازة منادياً وحسيناه منادياً وسيداه وعباساه وعماه ويا حبيبي وخلف الجنازة الصيح سجنة والنساو يم البنين بزامح وسلمي على الحسن وسلمي على الزهرة وحنا مكتوح ليده شوفي بصدر الحسن ويش اللي نجرى وصا والسجاد وحاتر بالأحمام بالأعباق البقية ويصيح ما جالت غريب الغادر وياي وياي وحباس ما جالت وسوالت حسين ومن النجف ماجي وحضر الاتداحي وياي وياي على سمحك حبيبي وصاتك وياي حاشر حاشر بالأحمام بالأعباق البقية ويصيح ما جالت غريب الغادر ورداني حاشر بالأحمام بالأعباق البقية ويصيح ما جالت غريب الغادر وحباس ما جالت وسوالت حسين حباس ما جالت وسوالت حسين ومن النجف ماجي وحضر الاتداحي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة